احتفلت كنيسة الصعود الكلدانية ببغداد برسامة ستة شمامسة من أبنائها للخدمتين القارئية والرسائلية وذلك بقداس إلهي ترأسه غبطة البطريارك روفايل ساكو بمشاركة عدد من الأباء الكهنة وبحضور الأخوات الراهبات بنات مريم الكلدانيات وجمع من المؤمنين وبعد الاستماع إلى الكلمات الترحيبية أجرى غبطته رتبة الرسامة القارئية والرسائلية للشمامسة الجدد وفي بداية عيضته هنأ غبطته الشمامسة وأكد لهم على أهمية الدعوة الكهنوتية والرهبانية في الكنيسة داعين الجميع للتمسك بالكنيسة لتبقى حية وقوية بهم كما شكر الشمامسة والشماسات على محبتهم تجاه كنيستهم وحضورهم فيها وخدمتهم لها وفي ختام الاحتفال قدمت التهاني للشمامسة الجدد وتقاصم الجميع الحلويات بهذه المناسبة المباركة موسيقى